الربيع مساء هنا من الحياة فمهلا بكم واستمعنا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز أفادت المحاميين استحرث اليوم الجمعة 3 فبريال جاري بأن المحكمة العسكرية اصدرت بتقطي دعب السجن في حق سيف الدين مخلوفة الناب السابق في مجلس نواب الشعب المنحل ورئيس اتلاف الكرام الذي مثل أمامها اليوم للاعتراض على الحكم الصادر في شأنه بالنفاذ العاجل لمدة 14 شهران وأضافت المحاميين استحرث أن سيف الدين مخلوف مثل اليوم الجمعة من محكمة الاستئنف العسكرية لنظر في مطلب الاعتراض على الحكم الذي صدر في شأنه أو في حقه عن نفس المحكمة وقضى بسجنها 14 شهرا مع النفاذ العاجل وفي سياقنا خارت مكنة الوحدات البحرية العاملة بمناتق قرقن المهدية سفاقس بإقليم الحرس البحري بالوسط ليلة البارحة من أحباط 11 عملية هجرة غيرية غير نظامية بسواحل التي تعود إلى مرجع نظرها وذبطت الوحدات العائمة وفق النطق الرسمي باسم الإدارة العامة الحرس الوطنية العامية حسام الديني جبابلي 430 مهاجرا غير نظاميا من بينهم 356 من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وأكدت لدارة العامة الحرس الوطني موصلة حماية الحدود من التسلولات وأنها وضعت الرقم الأخضر 194 الخاص بقاعات العملية البحرية على ذمة المواطنين للأعلام عن عمليات الهجرة غير نظامية ومعاذدة مجهود الدولة في التصدي للمتاجرين بقوارب الموتى وفي سياق ذاته تمكلت خلال نفس الليلة وحدات الحرس الوطنية العاملة بجهات الشابة المهدية وجبنيانة من إلقاء القبض على ستة أشخاص بينهم اثنان من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء كانوا بصدد التحذير للإبحار بطريقة غير نظامية نحو سواحل إيطالية وقالت وحدات الحرس الوطنية العاملة بجهات غرديما والقلعة الخصبة وبوشبكة وفريانة القبض على تسعة وثلاثين شخصا من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ومعهم فتاة تونسية بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية بطريقة غير نظامية دشنا رئيس الجمهورية قيس السعيد اليوم الجمعة بمحاول أعرام من معتمدية مارث طريق السيارة رقم واحد قابس رسجدير التي تمتد على طول 176 كم وتضمن هذا المشروع الذي بلغت كلفته 1250 ملايين دينار تسعة أقصات من بينها أربعة أقصات تربط بين جابس ومدنين على طول 8 أو 84 كم واجتمل هذا المشروع على مكونات عديدة من بينها ممرات علوية ومشاة مائية كبرى وصغرى ومحاولات وفضاءات للخدمات كما يهدف هذا المشروع أيضا إلى استكمال الجزء من طريق السيارة المغربية التي تربط العاصمة الموريطانية نوكشت بالعاصمة الليبية ترابلوس مرورا بالمغرب والجزائر وتونس وإلى التطوير النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وربط العاصمة تونس بولايات الجنوب الشرقي والولايات الداخلية بالجهات الساحلية للبلاد التونسية فضلا عن تحسين ظروف الجولان وتأمين سلامة مستعملي الطريقة أعلنت وزار تشوير الاجتماعية بأن مركز الإحاطة وتوجيه الاجتماعي بتونس قد استأنف نشاطه ابتداء من غرة فيفري الجاري في تقديم خدماته لفايدة الأشخاص والأسر فاقدي السند العائلي والمادي والمعنوي والمهددين بالتشرد والوافدون من داخل الجمهورية للتداوي من المعوزين وذوي الدخل المحدود والأطفال المهددين وفي حالة يهمال من الجنسية التونسية دون سواهم على أن يتم توجيه باقي الوضعيات من الأطفال المهددين إلى المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال بمن نبع نهاية الموعد الإخباري الموجز قدمه لكم نصر الدين حميدة والمشوار يتواصل مع الشيخ محصنة ميمي في الإسلام والحياة إلى اللقاء اشتركوا في القناة